اليوم المغربي هنا اخبار اليوم اسفراس اه 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 اول من اعلم الخبر يقولك كيف يعني مازال مبسل حتى شيء ما رسع صحافة مغربية يقولك لعنا مغربية وقعب يقولك وهذه قضية هي جزائي دائما طرحنا على حقوق الانسان وكذا وكذا يقولك يقولك نحن هذا راحنا مثلا ندخل ونفرص في حكايات سرهادي اه مثلا يظهر طرف وتظهرنا قضية تعليف وكذا وهذه تفتح شيء مشكلة مشو خوفوا من قضية كانت بركة ولكن بزم الناس تشوف انور ما تستطاع يرجع حقوق واستطاع يدين الجزائر الكل يبعثوا ملف يفتب ريه عن طريق الانت المشاك ويبعثوا ملف ويسكنه اه 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 هم عبرو بيخرجوا مننا اه اه هم يقولك هذي تفتح علينا ابوة جهنم صح هاه وهاذي شغل لان قضية جما كان التنفي تعك انت ام علاش كاذا القضية راه يستمر راه يراh تفتح المجاك وكوث له انا غالي مجد ان يجيب لحياة تعذية فور كنا نديرهم سيك في لانترنت الله نديرها منظمة هل تعذيب بلا حدود ونجيبهم 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 ومن المتحدة يشوف هل تقول لي مقدش خرج من الجزائب هل يبركب عثب هذي رخصة تديرها هذي نديرها نديرها هذي هذي تدير انسيت ويب انترنت و تبدأ تستقبل شكاويد الناس وهذا هذي زم يغديز عمار هذي نديرها نعم يبعثوا هذي صحة نديرها بخاصة خاصة تعذيب تعذيب انا لا قاعد نصبر عليها قلت حتى تتم إدانة الجزائر الاعتراف دولي بالقضية تعيي مباشرة نعلم حاجة هكذا موحية قوية دعوة الجميع للناس يتعذبوها تعذيب ويحوسوها هي ويثاد على استطاع مندير الجزائر على بني ما رح يستفيد مديا ولا طاوير ولا ايشي يعني بني مدي حتى شيء بالصح اعتراف دولي على العلم راحية اعتراف دولي معلوم معلوم واحد مهار واحد المصري يقعد مع اجمعه يكذب يكذب على الدول ما عذبوهش خلاص تلفت له واحد قالوا والو من السوح شاص قالوا بل انو كيعتقلوه حتى دجاج يجيبولونه محمد لفت له واحد قالوا يا ربي قالوا كان يتهموه بالارهاب قالوا هذا السعارة قالوا يا رمال قالوا سافر الفرنسا واستطاع ان يقنع السلطات الفرنسية بالقضية وعطوه الجزء السياسي قالوا بعد قدم شكوى الامم المتحدة واستطاع انه يقنعها وتقبل الشكوى قالوا واستطاع انه يقنع المنظمة التريال تتبنلوا قضية قالوا هذة السعارة الرابعة ارفع دعوة انور ملكة ارفع دعوة قضائية ضد وزير دولة قلت امام القضاء السويسري واستطاع يقنع القضاء السويسري بالقضية تعمل وقبل هالقاضي يخرج مونداداري قالوا اذا كان هذا الشخص كذب قالوا والله العظيم متشرف يحكي بلي واحد كذبتي معك والله العظيم قالوا اذا كون جا صحيحة قبل يحتل الجزائر صح 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 يعني سبحان الله العظيم بالفكرة زوينة تعديد محدبة واحد المنظمة لا لا تكون عندها واحد لنفقة زوين واحتلال تزيد كثير اي 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 انا رح نديرها ان شاء الله هنستنى بالفصل القضية هاذا نديرها منظمة خاصة مناهضة للتعديد الجزائر والناس اللي ضحايا يسبب للمنفات تعديد اي واحد تعريض لتعديد القضية انا لي معا حتى الاخداء عن غربة يتعرضوا التعريض launcher حتى انو واحد التعريض حتى سراق انا قلت له واحد مرة في الجزيرة قال لي فلسل قص قال لي خلو ترك يروحهم قلت لك هاكدة قال لي فلسل قصم قال لي انت تبطلناها انا اعلى هكذا تبطل بربش حول التعذيب في السجول الجزائرية في السجول العربي تكلمنا على التعذيب فلما تستجيب الدورة نخرج منه لا انا نزل الدورة انا نضرب الدورة من هنا ونحطك اقرب من النقطة لا انا عليك المساق انا قلت له قل لي واحد لما يسرق بيتك يسرق بيتك ويضرب الدورة بموز تتشد انا نظر منه الخير اه قال لي ليش ملازم له لازم له عملية السحل لازم له تقتل قلت له نقول الكلمة قلت له هذا كمجرم مجرم لما يجي يسرق بيتي ويضرب لي مرتب موز ولا ولدي هذا مجرم لكن الدولة ليست مجرمة لازم دولة ليست مجرمة انا اصلا مناهض حتى الاعدام اعدام جريمة قال لي واحد ما شامل حق اي واحد يحيد الروح الروح قال لي يا ربي لما تكون مطبق للشرع بشي فعل لما يجب الشرع في كل شخص هذا اراك موفر للاكل والشرب والسكن موفر لكل ظروح الحياة ويتجه الجريمة هذي السهل يموت صح انت قاتل بالشرع وقال لي روا ان يتطبق عليه الشرع ان يتطبق عليه الشرع ان يصلوا يدك يسرق عمر بالخطاب جه واحد قال له العبد متاع يسرقني وقال له انه كان يجوعني واش قاله عمر قد والله الذي لا اله الا هو لو يسرق هذا العبد مرة ثانية وتأتيني وتشكو لقد اعتعدت اليدك عني ايه مجمع فيه يوجع راه وراه كافر المعنوخ المهم يعني حديث وشيئ 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 نزوخ ثلاثة بويتنا غدينمشي الوتيل منعاس واحد ساعة المكان و ساعة 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 و غدينمشي نشري شوية الحويش نبتلو هيدا والمطار قررت صف نقول لك تارفة نحب نجيزك المطار لا 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 تاكسي يجي الباب 15 منتين بعد راني له الله يأتي فرصة سعيدة الله يأتي فرصة طيبة أنا غير علمني قولي ايها شنو شنو أنا معك صف صف سافي أنا والله يقولت الحق سابت كنت نجيب البتلا ونجيلي لدينة ضربة واحدة لما نطلع ثمن نجيت لقلت لي وقلت لي رايزارة غنشوفه بالسمت بابغيت نشوفك بالجمعه في جنف أنا نجيت لن نشوفه شكيه ما عليش المهم انت اللي غادي تسين انت قولي ايها وانا معك اللي درت ايها أنا معك رمت فركك العيات الكير سعلمان انتع السيد سافي يكون عندك سافي ايه باش خامم هني تاوا اه والله يديلي فيها الخير لا لا اصلا الله الله اخويا فرصة سعيدة ربي يحملك الله يبارك فيك سلم ليه لا انت لا تسمح ليه سلم على مدام والابتيت وكلشيه الله يبارك فيك يولقو على الاتصال شكرا نهار طيب اخويا شكرا بارك الله وفيك شكرا 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 شكرا